ترجمة نانسي قنقر قبيل المنافسات الرسمية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا وان الفين واربعة وعشرين بعد تصدر السائق قارلوس ساينز حصة التجارب الأخيرة قبل تصفيات الجولة الأولى من بطولة العالم هذا وشهدت حلبة البحرين الدولية منذ الصباح الباكر تدفق الجماهير كما استمتع الجماهير بالعديد من الفعاليات والاستعراضات المصاحبة لهذا الحدث الرياضي العالمي ترجمة نانسي قنقر